هو برضو قال كم رسالة كده هو ده بقى الكلام المهم يعني طبعا كل لقطات اللي احنا شايفينها دي لقطات جميلة بس انا يهمني الكلام اللي هو اتكلم فيه هو قال ايه بقى هو عبر وقال انه فخور جدا باللعب لنادي النصر وقال انه سعيد مع عائلته بهذه الاجواء وانه هو لن يلعب كرة قدم فقط بل سيدعم مشاريع وبرامج السعودية الرياضية كمان اضاف قال اعلم ان الدوري السعودي يتميز بتنفسية كبيرة وانه جاهز للاندمام للنصر واضاف رغم العقود الاوروبية اللي قدمت لي اخترت نادي النصر السعودي وجه كمان رسالة للجماهير وقال سواء في السعودية او حول العالم حضرت هنا للعب والاستمتاع والفوز ولوشارك في ثقافة النادي والبلد اسعى الى تحطيم الارقام القياسية مع نادي النصر اتكلم كمان عن قصرته قال العائلة سعيدة جدا بهذا القرار شعرنا بحماس على القدوم يعني الى السعودية من اول لحظة وصلنا لرياض كان هناك استقبال حافل جدا طيب من ضمن تصريحاته كمان هو او قال يعني اللي لفتت نظري بصراحة هو قال كرة القدم في السنوات العشر الماضية اصبحت مختلفة وما قام بيها المنتخب السعودي في كاس العالم اداء رائع ورأينا مفاجآت عدة بيئة المونديال بص بقى الثقة اللي جاية دي انا بحب بقى الناس اللي عندها الثقة في قراراتها اللي ما بتبقاش مهزوزة حتى لو الناس قلت لها ايه لان فيه شخصيات كده تتهزي يعني ممكن يبقى واحد ياخد قرار في حاجة معينة هو عايزها يجي الناس تقعد تلعب في ودنه تلعب في دماغه يتهزي كريستيانو رونالدو مش من الشخصيات اللي بتتهزي او بتفرق معها رأي الناس قالك يقلك لا اهتم ابدا لما يقوله الناس وانا مسؤول عن اختياراتي ومستعد للعب فورا اذا اراد المدرب ذلك واضاف كمان وصلتني عروض من البرتغال وامريكا واستراليا ولكنني اخترت الاندمام لصفوف النصر وانا فخور جدا بهذا القرار الرائع في حياتي وبالنسبة لاوروبا فانا اتمامت مهمتي هناك على اكمل وجه فالرسائل وقال طبعا تصريحات تانية مختلفة كتير جدا بس تاني هنرجع نقول سواء انت من عشاق هذا الاسطورة او هذه الاسطورة ام لا برضو ملف كريستيانو رونالدو اكيد حيثير اهتمامك يعني سواء انت بتحب ميسي ما بتحبش رونالدو او العكس او انجانر الموضوع مش فارق معاك فكرة ملف كريستيانو رونالدو في السن ده مع الفترة دي مع الانتقالات الاخيرة اللي ربما كانت ليست موفقة منذ يعني ابتعاده او انتهاء عقده او بالتراضي او حتى بران عن رغبته من ريال مدريد فانت الموضوع لازم هيشغل بالك وهو شغل بال العالم كله طبعا العالم كله كان تقريبا يتفرج على الاحتفالية مبارح فهل برضو هنرجع نقول هذا التساؤل تاني هل الخطوة دي طبعا من قبل او من الجانب السعودي اعتقد ان هي رائعة جدا للجانب السعودي جدا لان زي ما قلنا هذا البطل او هذا يعني الاسطورة القروية هذه الاسطورة القروية مش بس رح عشان تلعب لا فيه مشاريع تانية هيقدمها كريستيانو رونالدو للسعودية منها ماركتينج وحاجات تانية داخل فيها ودعم الاكاديميات والبراعم وحاجات زي كده وتطوير قرط القدم في السعودية وفي اسيا وغيره لكن على الصعيد التاني انا بتكلم على صعيد كريستيانو رونالدو هل انت بترى كعاشق لهذا الشخص او هذا اللاعب او حتى مهتم بهذا اللاعب شايف ان هذه هي الخطوة الجيدة لي ولا لا وده السؤال يعني حد مبارح برضو من السوديات التحليلية والاراء المختلفة اللي كنت بس بيقولك يعني ايه اللي ممكن يكون اضافة لكريستيانو مع نادي النصر او حتى مع الدوري السعودي هل هناك المزيد حيقدمه لي حتى لو حقق لك ألفين دخل ألفين جول مثلا مع النادي النصر السعودي او حتى مع الدوري السعودي ألفين تلات تلاف جول هل ده حيضيف حاجة في رصيد كريستيانو رونالدو يعني الناس كانت بتتساءل ايه المكسب اللي حييجي لكريستيانو رونالدو من وراء هذه الخطوة والبعض التاني وصف هذه الصفقة بانه هي صفقة رمضية لا هي خير ولا هي شر لكن ربما تميل ان هي ليست القفضة يعني هي رمضية لكن تميل ان هي ليست القفضة لكريستيانو رونالدو البعض الآخر كان بيرى بعد كل هذا التاريخ وفكرة ان انت قيمة كبيرة جدا وقامة كبيرة جدا في كرة القدم العالمية كان لابد مع هذا السن والتخبطات الأخيرة ان انت تعتزل تعتزل كرة القدم وتعتزل بعد كاس العالم تحديدا البعض كان بيرى هذا فمعرفش يعني لو هتسألوني رأي معرفش فيه دايما الواحد لما بيجي بعد كده عشان يعرف قراره صحة أو غلط بيبين بعد الظروف يعني هل كان صحة أو غلط ان كريستيانو يسيب ريال مادريد بيين ان هو طبعا كان قرار خطأ هل كان صحة أو خطأ ان كريستيانو رونالدو يسيب منشستر ينايتد بيين بعد كده ان هو كان قرار خطأ نتمنى مع نادي النصر السعودي يكون قرار سليم لان هذا الشخص وهذا اللاعب يستحق ان هو ينهي مسيرته القروية بشكل يليق بتاريخه نتمنى ذلك اشتركوا في القناة